واجتماعيا أيضا يشتكي سكان الحي الإداري المحاذي لمقر ولاية البيض من الرمي العشوائي لبقايا الأطعمة واللحوم والنفايات الخاصة بمطعم الابتدائية المتواجدة بالحي ما أضحى يشكل تهديدا للوضع البيئي ويضع صحة تلاميذ المؤسسة بين كفايا فريت يقول الزميل يوسف خذير في هذا التقرير أكوام من المواد الغذائية واللحوم وبقايا المطعم الداخلي الابتدائية هي الصورة المعتادة التي أصبحت تشويه منظر الحي الإداري بعاصمة ولاية البيض وحسب الساكنة فإن إدارة المؤسسة هي المسؤول الأول على هذا الوضع الذي يشكل تهديدا كبيرا على صحة الأطفال والمر خصوصا وأن هذا المكان تحول إلى وجهة مفضلة للكلاب الظلة والمسعورة الله العالي العظيم لها كتاسترافيك كتاسترافيك للحم مقيوس كأينوا واحدين بزاف اللي خاصهم بشي قيشوا فهم وهذه رهم مقيوس في الزنقاء ورفضوا في البصوص المسؤولية لمن شكول يقاس للحم شكول يقاس للحم هل يترى للحم يتقاس في الزنقاء ما عنده مقيس نتاعه بشي يحفظ في مكان آمن أنا على ما أظنها إبتدائية إحدى الداخلية ووين رهم هذا ما كاش قال لي هادر المدير ما يتاصلش مسؤول من الجدار والداخل ووين رهم الأخرين عيب عيب كبير بين اللوح والحم قدام مؤسسة تربوية يعني كان سناديق كان الحريك كان صالح بزاف لهم مفردها الدولية حرقوا زيوبيتهم وحسب من التقت به معدسة نوميديا تيفي فإنه من ضمن النفايات مواد غذائية يمكن لأي طفل التقاطها كعول بالياورت واللحوم في الوقت الذي تلقت فيه كل الإدارات تعليمات تحثهم على ضرورة ترشيد النفقات لكن هذه التعليمة ضربت بعرض الحائط بهذه المؤسسة لا حول ولا قوة إلا بالله للأسف لهذه الدرجة ترمى نعم الله وهناك من يئنه جوعا ويبيت على الطواء كان من الأفضل ومن الثواب أيضا التصدق بهذه اللحوم على الفقراء والمساكين أو التنسيق مع مصالح النظافة ببلدية البيض للتكفل برفع النفايات على الأقل لا أن تترك أمام باب المدرسة لجلب الكلاب الضال من جهة وفقا يقع فيه الأطفال من خلال تناولها من جهة أخرى موسيقى موسيقى